رغم ان الفضيحة بتمس اغلى ما تملك المغرب وهي نساقها الا ان الحكومة المغربية وادن من طين وادن من عجين والشعب المغربي الحر هو اللي اتحرك واللي فضح اعلام جيش الاحتلال مشهد خزعبالي مش هتشوفه غير في الامة المنكوبة دي سلوكيات المحتلة هي هي في كل مكان حرامي لص متعجرف متحرش عنصري قاتل وغيرها من الخصال البديئة كان طبق ده على المحتل الاسرائيلي زي اي محتل هي دي المبادئ اللي مبني عليها الاحتلال اصلا لذلك ليس من العجيب ولا الغريب على الاطلاق انك تسمع اخبار من نوعية الاحتلال يعتقل والاحتلال يهدم والاحتلال يغتصب ومسؤول اسرائيلي فاسد جيش الاحتلال يتحرش غيرها وغيرها من الجرائم اللي مشهور بها هذا المحتل المرة دي الجريمة ليست في فلسطين المحتلة لكن للأسف الشديد في المغرب اللي هرول نظامها للتطبيع مع هذا الكيان المحتل في السنوات الفائدة خبر اليوم نتيجة من نتائج هذا التطبيع المخزي فضيحة جديدة بتهز المغرب الفضيحة فجرتها مش وزارة خارجية المغرب لا وزارة خارجية جيش الاحتلال يوم الثلاث اللي فات لما استدعت سافرها في المغرب ديفيد جوفرين بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد وزارة خارجية الاحتلال قالت ان ديفيد جوفرين قعد في اسرائيل شوية لان عليه تهم وقضايا تحرش وفساد ومحتاجين نحقق فيها اللي بيحقق مين؟ وزارة خارجية الاحتلال الاعلام العبري بيتحدث عن الموضوع اللي كبر لدرجة انه وصل انه هيسبب ازمة دبلوماسية بين المغرب وجيش الاحتلال السفير على وصف الاعلام العبري متهم بشبهات خطيرة جدا حصلت في ممثلية تل ابيب الدبلوماسية في المغرب الشبهات الخطيرة دي متعلقة باستغلاله لنساء مغربة والتحرش الجنسي بيهم وارتكاب جرائم اخلاقية تانية اثناء وجوده في مقر الدبلوماسية תרדות מיניות לכאורה מצד ראש הנציגות הישראלית במרוקו דוד גוברין והערב אנחנו חושפים שתלונה חמורה על מעשים בלתי עולמים הוא עברה למשרד החוץ כבר לפני שנה מיכל שמש חוזרים אליכם מהפרטים החדשים נכון מאוד מיכל אז מתברר שמשרד החוץ נחשף לטענות הקשות להסדרים במה שקורה בנציגות הישראלית ברבת כבר לפני שנה ב-25 באוקטובר 2021 מתקבל במשרד החוץ המסמך הזה שאנחנו יכולים לראות ממש עכשיו על המסך السפיר المتحرش لسה מלחיש أصلاً יועד מתعين بقالו כמה שهر بس في المنصب دה ועמל كمية الجرائم دה دה طبيعة المحتלים ודה אמר مش جديد عليه بس اللي مش مستوعיבו تلك الحكومات المطبعة في العالم العרبي والإسلامי للأسف الشديد الراجل دה بالمناسبة قبل ما يعينו سفير بعد اتفاقية تطبيع الخزي המסמך הזה למעשה לחסן כאבי הדובר משרד החוץ לתקשורת הערבית ובין היתר נכתב במשמך הזה מיכל פרטים מהתלונה שהגיעה למשרד החוץ ישראל ומשרד החוץ הישראלי צריכים לברור בכפידה את הדיפלומטים והשגרירים שלהם כך אומרת אישה מרוקאית מקומית בתלונה שלה למשרד החוץ والله الحكاية هنا والله ما عارف اقولك مخزية ازاي ولا ازاي يعني عايز اشرح لك الوضع دה قد ايه مخزي بس مش عارف ابدأ منين الصراحة ابدأ مثلا انتفاقية التطبيع كلها على بعض مخزية ها تعيين سفير للاحتلال في المغرب ولا ولا ابدأ منين يعني حقيقة الاعلام العبري كل يوم بيقولك خد بالك ده متحرش وانت عادي بتقبل اوراق تعيينه كسفير عندك مع ان فضايح التحرش بتاعته كانت سبقة لتعيينه سفير بيتحرش بالنساء المغربة بقاله فترة ومع ذلك انت قبلت انك تعيين سفير الحقيقة انا مش عارف الفضيحة بقولك ابدأ لك منين ولا منين خزي وعارف الوضع الحالي في المغرب للأسف الشديد للأسف الشديد غير מסבור لعلام العبري بيتקلم عنين الموضوع بدأ من سيد המגריבי השריפה هي اللي شتקت לחרגית גיש להحتלל من הקטר من سנה ואלת לום חודו בלקו الشخ סדה متحرش לא הגיוני שישראל تשלח שגריר אובססיבי כלפי נשים עד רמה של התרדות זה משפיל וחייב להיפסק אני אסתפק בכך שהגיד של העובדות במלון שבו השגריר ישן בערך עשרה חודשים יש עשרות סיפורים בנוגע לעניין הזה זה מסמך עם עדות ותלונה חריפה מאוד שמגיע למשרד החוץ שמגיע שايف الخزי ולער السيدה المغربية الشريفة תرسل الخارجية الإسرائيلية מש مسؤول مغربي ولا חاج هي فهمה لا خطبة خارجية جيش الاحتلال שوف الخزي العار ازاي تعاملت الصحافة العبرية مع الموضوع وهم بيقولولك اتحقق معها في إسرائيل تحقيق قاسي قاسي في إسرائيل والمغرب ولا حس اللي فجرته الصحافة المغربية صحافة مغربية وفي صحافة مغربية وإعلام مغربي يقدر يوصل صوت المواطن الحقيقي مش الصوت اللي الدول عايز هي يوصل ما علينا كل سكت بالأمر كل سكت فضيحة زي الفضيحة دي اللي فجرها الإعلام العبري مع ان الوقائع كلها في المغرب وعلى أرض مغربية والتحرش بنساء مغربي لكن تلاقي الأخبار المتدولة بهذا الشكل الصحافة العبرية هي اللي بتحاصر خارجيتها عشان تحقق في تلك الوقائع طب والخارجية المغربية لا بتصفر ما تعرفش أي حاجة لا صوت حتى الآن صدر من الحكومة المغربية للتعليق على تلك الفضيحة لا يوجد صوت لمؤسسات المجتمع المدني الحكومية في المغرب المدافعة عن قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة ما حاجش لسه تكلم وفتح بوقه مع أن الدنيا سخنة جدا في إسرائيل بكل معنى الكلمة كل الصحافة والإعلام بيتحدثوا على الموضوع في ضغط جديد جدا على الخارجية بتاع الجيش الاحتلال إنها تقيل السفير المتحرش زي ما بتصف الصحافة العبرية مش المغربية زي ما انت شايف قدامك على الشاشة أكبر الصحافة العبرية ما بتتكلمش عن حاجة أكتر من هذا الموضوع سافرنا المتحرش واللي فضحنا في المغرب بص مش الصحافة المغربية اللي اللي ضحكك برضه ضحك حتى البكاء على الهم اللي احنا فيه التحقيق امتد مع المسؤول الإسرائيلي لتهمة أخر التهمة الأولى هي التحرش من قبل ما يتعين سفير هو بعد ما يتعين سفير التهمة التانية ايه بقى قالك الملك محمد السادس كان بعت هدية قيمة جدا لمركز الاتصال الإسرائيلي في الرباط بمناسبة يوم الاستقلال اللي هو يوم الاحتلال لأرضنا المحتل ما علينا ده حسب ما ذكر تقرير وزارة خارجية الاحتلال هم بقى بيحققوا الوقت ده فوق التحرش ان السفير سارع الهدية القيمة دي لانها اختفت اتسارعت ومتهمين السفير فوق التحرش بتورط في فساد مالي وإداري ازاي الملك المغرب يدينا هدية قيمة جدا زي دي وتختفي من عندنا الراجل متحرش وحرامي والمغرب عاملة نفسها نايمة بتكلم عن المغرب الرسمية طبعا تغطية غريبة الحقيقة للي بيحصل في المغرب احساسك كده كأنك بتحكي لحد كان عنده غيبوبة بقاله خمس سنين وفاء واسمعني مثلا وانا بتكلم في الموضوع ده مالهاش وصف غير كده متخيل كمية علامات التعجب اللي هتبقى على وشه وهو بيشوف الفيديو دلوقتي سفير احتلال في المغرب متحرش قالب الاعلام العبري والدنيا مقلوبة الحكومة فين هدية المالك قلتلي بمناسبة ايه اللي بيحصل المغرب مش هنا والنمر غلط يا معتز الله غالب